أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا على يوم الخميس 15 أيلول سبتمبر القمر موجود الآن في برج الثور في ساعات المساء رح ينتقل ويصير في برج الجوزاء هو الآن موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة 3.42 دقيقة من صباح اليوم الخميس لا ينتقل بعدها لمنزلة الهقعة وهي سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل الاستخراج السموم والأعمال والأسحار والأورام والأشياء مثل هيك ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد وبما أن القمر موجود لغاية ساعات المساء في برج الثور معناته منظل نشعر بالحذر أكثر ومن ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا مادياً ولا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج إدخار أو الاهتمام بالمسائل اللي إلها علاقة بالعقارات زي بيع، شراء، استيجار، الأمور اللي إلها علاقة بالعقارات وقضاء وقت ممتع بالبيت ومثلاً مشاهدة التلفاز أو مناسبات عائلية بالنسبة للزوائل البطيئة طبعاً اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة لما حنالها في حلقة الأمس وهي زاوية التثليت الإيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهي رح ترفع من نسبة حظوظ الشمس بهاي الفترة طبعاً هاي زاوية تاثيراتها من اليوم 15-9 ولغاية يوم 22-9 ذروتها يوم 19-9 الساعة 37.50 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج طبعاً هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها وكمان بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين الزهرة وبين المريخ وحكينا أنه هاي تاثيراتها لغاية يوم 19-9 طبعاً بتجعل التفاهم مع من حولنا صعب وأكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية أما دولياً بتدل على ازدياد أعمال العنف والعدوان خصوصاً ضد النساء وبتزداد حوادث الاغتصاب والفضائح الجنسية والخيانة الزوجية وبعاني الفنانون والمطربون من عدة صعوبات في تسويق أعمالهم الفنية وهاي فترة غير مناسبة للاستثمارات المالية أو المضاربات المالية أو طرح منتجات جديدة للأسواق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين نبتون وهي حكينا تأثيراتها لغاية يوم عشرين تسعة بتجعل بعض الأشخاص يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع فعشان هيك لا تعتمدوا على الحدث ولا على إحساسكم ولا على أحلامكم حتى الأحلام وأضغاط الأحلام بتكثر في هاي الفترة وبالدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل إلها علاقة بالقطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر أو إيشي العلاقة بالبحار وبيزيد نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة أو التعرض لبعض الضواهر البحرية كالفيضانات والطوفانات وربما بعض الأمور اللي إلها علاقة بتسرب الغاز أو حوادث التسمم الجماعي وارتفاع أسعار النقط أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الشمس وبين أورانوس وطبعا هاي تأثيراتها حكينا لغاية اليوم آخر يوم لإلها اللي هي خمستاش تسعة طبعا هاي زاوية بتعزز قدرتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وبتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي الزاوية المنفصلة اللي هي زاوية التربيع ما بين زحل وما بين أورانوس وحكينا تأثيراتها هاي مستمرة لغاية يوم ستعش احداش منصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكوم ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث السك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع سلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم ما رح تتشكل طبعا من الآن موعد بث الحلقة بدأ تأثير أول زاوية وهي زاوية التربيع السلبي اللي بين القمر وبين زحل وهي ذروتها رح تكون عند منتصف الليل أو بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش الساعة 12.29 دقيقة بعد منتصف الليل اللي هي الأربعة على الخميس وبيستمر تأثيراتها لغاية ساعات الصباح فمن واجه مصاعب عراقية اللي بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس يعني القمر صار محدب وهاي رح تكون في تمام ساعة 35 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها لغاية ساعات المساء بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام ساعة 48 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينتش هاي زاوية بتعزز الخيال القصب وبيقوى الحدث وعليه فأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي رح تكون الساعة 12 و 58 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقاً في نفسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا قلو المسار يعني قلو المسار رح يبدأ الساعة 12 و 58 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 8 و 15 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج الجوزاء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 8 و 15 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش القمر بيكون خلص انتقل وصار في برج الجوزاء عشان هيك من ساعات المساء بتصير هاي بتصير فترة نشطة ومننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم أما من ساعات ما بعد العصر بيصير عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنا بيب الشعب الهوائية الريئتين الوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي وحركة الشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هدولا بيصيروا أكثر حساسية فيعني بمعنى آخر انتبهوا بخلال الأيام القادمة اللي عندهم تحسس رأوي أو تحسس بالنفس أو ربو أو أمور الهلاقة بالتنفس ينتبهوا بشكل كبير من بعض الأمور اللي ممكن تطرع على الجو أو اللي تسبب لهم زيادة نوبات تحسسية بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل إلا إذا كانت العمليات في فترة خلو المسار فمنحكي أجلوها بيكون أفضل طبعا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن غير مناسب للجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الجوزاء في ساعات مساء يوم الخميس اليوم خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت اللي هو سبعتاش تسعة رح يكون في تمام الساعة تسعة وواحد وخمسين دقيقة مساء بيبدأ وبيستمر حتى اليوم الثاني يعني حتى صباح يوم الأحد ثمنتاش تسعة يعني لغاية الساعة سبعة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعدها في برج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمره تسعة عشر يوم في تمام الساعة ستة وثمنتاشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصبح عشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة طبعا سعيدة بنسبة أربعين في المية القمر في الثور وبدو ينتقل للجوزاء طبعا هو اليوم الآن منتحس بنسبة أربعين في المية في ساعات العصر تقريبا تنزل نسبة النحوس إلى عشر في المية ساعات المساء بترتفع نسبة سعادة فيه إلى ستين في المية عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة طبعا منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في العذراء حتى يوم تسعة وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثين عشر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشر منتحس بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين عشر منتحس بنسبة أربعين في المية اورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم اثنين وعشرين واحد منتحس بنسبة عشر في المية اما نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم أربع اطناعش منتحس بنسبة خمسة عشر في المية وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم ثمانية عشر منتحس بنسبة خمسة عشر في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا يوم بيحمل معاه فرص مالية بتكون على الأغلب مفاجئة بتدخل تحسين على ميزانيتكم أو ممكن تحصلوا على بعض الدفعات أو الحقوق اللي لائلكم وممكن تعلجوا استحقاق مالي بس بتكن تنتبهوا أنه في زيادة في المصاريف وصرف الأموال خلال هذا اليوم وانتبهوا على أموالكم وبرضو ما تكفلوا أو تضمنوا حد في ساعات المساء طبعا بتنشطوا في أمور العلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات البعيدة يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء تكونوا عنصر إيجابي خلال هذا اليوم ما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بتتعاملوا معهم تفاهموا الآخرين كهادئين لا تفوتوا عليكم فرصة المصالحة والتسوية بل حاولوا أنك تكرروا المحاولات السابقة وما تستسلموا وأهم شيء تحذروا من السرعة وسوء التفاهم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي في ساعات المساء طبعا بصير الجو بيحمل معاه فرص مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا بالاتصالات والزيارات وممكن تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء أنك تتحرك بهذا الاتجاه ممكن تعالج بعض المسائل الإدارية والتمولية اللي بتطلب توقيع أو متابعة لدى المؤسسات أو المراجع المعنية برج الجوزة ما زالت الأجواء بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني لغاية ساعات المساء فعشان هيك انجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم يعني ما زالت الطاقة ضعيفة والأمور مخيب الأمال في ساعات المساء بتتغير الأجواء بتصبح ثقتك بنفسك كبيرة بعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة داعم من مركزكم الاجتماعي طبعا هاي رح تبدأ فترة مميزة واستثنائية ابتداء من ساعات المساء بدعوك الجو إلى بذل جهد من أجل إشاعة السلام وبلغ التفاهم تعتبر الفترة القادمة اللي هي فترة عشر أيام من أجمل أيام الشهر أكثرها دعما فعشان هيك حاول أنك تأخذ المبادرة وكون شجاع برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن طاقتكم ضعيفة فعشان هيك بتكونوا تحاولونكم ما تفرضوا سلطتكم على أصدقائكم وما تختلقوا المشاكل وكونوا يعني واضحين بطريقة الكلام تبعدكم عشان ما تنفهموا غلط في ساعات المساء تدخلوا فترة غير مريحة لأن القمر رح يوصل لبيت متاعبكم للجوزاء فبتصير مقبلين على فترة يعني لغاية صباح يوم الأحد فترة بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا انكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم ما تراهنوا على الحضوض ممكن يتعانوا من الركود ومراوحة المكان أهمش انكم أجازفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم الأفكار بتكون مشوشة والظروف مخيبة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا يوم من الآن لغاية ساعات المساء مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم أو تعزيز العلاقة مع المسؤولين وبوسعكم وإثبات جدارتكم للمسؤولين أهم شيء بدون مجازفات ولا مغامرات ولا مخالفة قوانين وما تحاولوا انكم تشوهوا سمعتكم أما في ساعات المساء تسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم بممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤتي رغم الضغوطات حاول انك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد تعتبر فترة مناسبة للانضمام إلى جمعية أو مؤسسة بتطلاق مع طموحاتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا ما زالت الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن تنجحوا في أمور إلها علاقة بسفر أو اتصالات أو يصلكم خبر من بعيد ابتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم لكن في ساعة المساء بيصير شوي الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وإثبات جدارتهم للمسؤولين ولكنها فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي فيها بعض القلق حول أحد أفراد العائلة وممكن تواجه مسؤولية أو عبء مهني أهم مش أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة لأنه الجو العام فيه نوع من أنواع الصعوبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الأجواء بتحمل فرص لمكسب مالي إلو صلاشة بشراكة أو تعويض طبعا شراكة مالية أو شراكة عاطفية أو تعويض أو استرداد بعض الحقوق اللي لا إلك ولكن بدك تنتبه أن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أو ممكن تهتم فيها أكثر في ساعات المساء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح عالية بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور وتعتبر هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأشخاص معاك وفيها سفر محتمل لبعض موليد برج الميزان برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هذا يوم مناسب من الآن لغاية ساعات المساء للأشخاص اللي يعني بدهم عمل بيطلب تعاون من طرف ثاني يعني أي شخص بده يساعدك في هذا الموضوع هو اللي أنت بتستفيد منه وبوسعك وتعزيز شراكاتكم سواء في المال أو في العاطفة أو مع الأزواج ولكن بتظل الحدية موجودة حاول تضبط عصابك بعيد عن المشاكل بعيد عن الإنفعالات قدر الإمكان وما تخالف القوانين في ساعات المساء بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك أو راحة شيخوختك حاول إنك تأخذ المبادرة في الاتجاه المذكور قدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات سببت لك إزعاج وعدوات بالفترة الماضية برج القوس طبعا بالنسبة لموليد برج القوس الآن بدأ القمر في مراحل المقابلة فعشان هيك ممكن يتراكم العمل أكثر من المعتاد أو تجدوا صعوبة في إنجاز بعض الأعمال أو بعض المشاكل اللي بتتعلق بالعمل أو مع أفراد العمل يعني زملائكم رغم أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من هاي الأعمال إلا أنه بتطلب أنك تنظموا وقتكم بشكل جيد نظموا جدول غذائكم خذوا قسط كافي من الراحة رتبوا أمور عملكم ما تحملوا أكثر من عمل بنفس الوقت وتفقدوا إنجازاتكم بشكل جيد أو أعمالكم بشكل جيد عشان ما يكون فيها أي لبس أو خطأ في ساعات المساء الأجواء هنا بصير القمر مقابلكم تماما فبتصير فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم أهم شيء أن تحذروا الإنفعالات بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها لأن القمر مقابلك يعني بيضغط على طاقتك بشكل كبير بيخلي الأجواء متوترة وممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة اللي تستفزك فعشان هيك بدك تكون صبور ما تتذمر وهذه الفترة خالية من الحظ برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم برضو من الآن لغاية ساعات المساء بترغبوا في التقرب من أحبائكم متعزيزة العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواي معين ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على أحبائكم أو على أبنائكم تحديدا عشان ما تكبر وتصير مشكلة ما بينكم في ساعات المساء شوي الأجواء بتتغير ضاغطة شوي رغم تراكم العمل إلا أنه أنتوا عندكم قدرة على إنجاز الكثير من هاي الأعمال أهم شأنكم تنظموا جدول غذائكم تأخذوا قسط كافي من الراحة ما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم طاقتكم لحصد النجاح والأرباح وأهم شأنكم تراقبوا التقلبات الصحية لدى البعض من موليد برج الجدي وبرضو هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع القلق اللي إلو علاقة بالوضع المهني أو الصحي برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية من الآن لغاية ساعات المساء أنتم بطاقة عالية لها علاقة بالبيت والعائلة والاهتمام ببعض المسائل البيتية تصليحات وترميمات أو مناسبات أو أشياء اجتماعية عائلية ممكن يكون في حدث عائلي شوي يعني يعمل لك نوع من أنواع الإرباك أو تفقد السيطرة أو العصبية في ساعات المساء بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية وبيطمئن بالكم نسبيا وبتجدوا حليفة يدعم تصوراتكم أهم شيء أنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات ممكن ترغبوا اليوم في استكشاف مناطق جديدة أو تميلوا للسفر أو المشاركة في رحلة عمل الأجواء إجمالا من ساعات المساء بتصير رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد الأحبة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات بظل النشاط عالي جدا عندكم وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار ولكن بتكون تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة وأثناء حركتكم وبرضو تسيطروا على إنفعالاتكم لأنه شوي ممكن تكون عصبي خلال هذا اليوم في ساعات المساء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لأنه الاهتمام كله رح يصير في البيت والعائلة وحدث له علاقة بهذا الشيء يعني يا بالبيت يا بالعائلة أهمش أنه ما تسمحوا لعواطفكم بالتأثير عليكم أو على سلوككم أو على أداكم وما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالإنزعاج حاولوا أنكوا تسعوا لتحسين موقعكم في العمل والتي تثبيته وقدموا المساعدة لأي شخص بيحتاجها أو بيطلبها منكم خلال هذا اليوم هيت من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة